السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي فيديو جديد وأخبار جديدة فما تنسوش اللايك للفيديو فضلا وليس أمرا إليكم التفاصيل فبعدما أعلنت الممثلة المغربية جميلة الهوني عن رفضها التضامن مع الفنان المغربي سعد المجرد بعد إدانته بست سنوات سجنا نافدا بتهمة تعنيف والاختصاب حيث صرحت جميلة أنها لا تتضامن مع المغتصبي والمتحرشين ومعنف النساء وأضافت أنه بالرغم من أن سعد فنان مغربي وخدم الأغنية المغربية بشكل كبير إلا أنها لا تتضامن معه وأشارت جميلة أن سعد محبوب والديه نزهر قراجي والباشر عبد لهم صمعة طيبة ومحبوبين من طرف المغاربة لكن لا يمكنها أن تتضامن مع مغتصب كيفما كان الحال هذا التصريح الصريح لجميلة الهوني جعل الرواد ينقسمون لقسمين منهم من أيدها ومنهم من عرضها وقد خرجت الفنانة المغربية نزهر قراجي والدة سعد المجرد عبر حسابها على تطبيق الإنستغرام لتكشف عن شعورها ونفسيتها التي بدت مدمرة من خلال تعليقها وتؤكد براءة ابنها من خلال تضامنها معه ونشر هاشتاك كلنا سعد المجرد حيث قامت بنشر الصورة لابنها الساد وأرفقتها بتعليق جاء فيه يا الله يا الله يا الله الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل وقد قيل والله أعلم بأنها ترد بطريقة غير مباشرة على جميلة الهوني لتؤكد بأن ابنها بريء والله وكله من تهمة لم يرتكبها وقد تعرضت جميلة الهوني لموجة من الانتقادات بعدما أعلنت عن حقيقة تضامنها مع سعد المجرد لتخرج جميلة الهوني عبر حسابها الإنستغرامي حيث نشرت صورة لها برفقة نزهر قراجي ودونت عليها قائلة بعيدا على عنوي الإثارة والبوز ما قلته كان واضحا وهو عدم تضامن مع أي مغتصب أو متحرج بشكل عام أما سعد فما تزال قضيته أمام القضاء الفرنسي ولم يحسن فيها بعد سعد يبقى فنان مغربي له رصد مهم من الأغاني التي شرفت الوطن وأطربتنا جميعا وللنزهر قراجي وسيل باشير زمالاء المهنة نحسرمهم ونقدرهم كثيرا ونتقاسم معهم حزنهم على فليدات كبدهم ترجمة نانسي قنقر